موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح بصلي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة واحدة من المواضيع المهمة جدا اللي طبعا بواجهونا فيها أحبائنا في كل مكان يعني عن هوية يسوع المسيح وطبعا في مواضيع عديدة التي تتعلق في هوية وشخصية ربنا يسوع المسيح ولكن اليوم رح نتكلم عن موضوع ما معنى المسيح كلمة الله كيف نفهم كلمة الله هل الكتاب المقدس بيتكلم عن شخص أم يتكلم عن الكلمة كما يقول كن فيكون رح نتعرف أكتر على هذا الموضوع بعد قليل وأنا متأكد من بداية الحلقة لربما فيه يعني شيء يثير ذهنك أو تساؤلاتك على فكرة أحب أسمع منك فيك تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا أو تتواصل معنا هاتفيا دايما بكل وقت منحب نسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا حبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا اليوم في غاية الأهمية موضوع كتير كتير مهم وبهمك شخصيا ولسيما العديد الذي يتساءل ما معنى المسيح كلمة الله ومعنى الشخص المناسب والضيف المناسب هو كان عدة مرات على برامج ليكن نور وإحنا فرحانين جدا لأول مرة بنستضيفه في الستوديو الجديد ستوديو نور لجميع الأمم في هذا المكان دكتور سامح عزيز أهلا وسهلا دكتور سامح أهلا بيك أسيس نظار وألف مبروك للستوديو الجديد شكرا جزيلا شكرا طبعا هذا موضوع أنا عارف أنه موضوع كبير بس أنت الشخص المناسب العفو وأنت كنت في طريقنا وإحنا قلنا بدنا نسأل الشخص المتخصص في هذا الموضوع وربنا يباركك خدمتك وحياتك مشهود لها شكرا فأنا بشكر رب من أجلك شكرا طبعا هو موضوع كبير فأنا عاوز أتكلم عن موضوع كلمة الله من عدة نواحي ولكن للشخص اللي بشاهدنا لأول مرة عاوز أتوضح فكرة كلمة الله كيف ممكن تعرفها أو توضحها نقدر نقول ببساطة أن المسيح اسمه كلمة الله أي المقصود بيها أنه بيعلن عن الله بيعلن عن الله أو أدق صحيح مية في المية الله معلنا الله معلنا ليه؟ لأن الله لأنه غير مرئي لأنه في طبيعته روح غير مرئي ولأنه عظيم بلا حدود ولأنه غير محدود فمقدرش أعرفه بدون أن يعلن عن ذاته فبالتالي لو أنا مثلا يا أسيس صامت مش بتكلم خالص مش تدري تعرفني وغير مرئي مش تدري تعرفني لكن حتى لو أصبحت غير مرئي وتكلمت كلامي بيعلن عني فده مجرد كلام طالع مني المسيح لقبه كلمة الله ومش مجرد كلام هو شخصية شخصية فهو دوره الأساسي كالكلمة أنه يعلن عن الله لأن الله أعلن عن ذاته من خلال الخليقة فلما أنظر إلى الخليقة أنا بشوف عظمة الله وسلطانه الغير محدود وزكاءه الغير محدود وقدرته الغير محدودة وحكمته الغير محدودة لك لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف طبيعته لسه مش عارف أدبياته بيحب إيه وبيكره إيه طيب لو بعد كده الله أعلن عن ذاته من خلال الفطرة الإنسانية لما خلق الإنسان خلانا من داخلنا كده مش بنحب الشر ونخطئ بنشعر بقلم داخلي نتيجة لوجود الضمير فعرفنا بعض الشيء عن الله أنه هو مش بيحب الشر وبيحب الخير بعد كده الإعلان زاد أنه أرسل أنبياء بدأوا يتكلموا عنه ظهر الأنبياء والأنبياء تكلموا عنه فتكلموا عنه جزئيا لكن لا يمكن يعبره عن الله بصورة واضحة كاملة الإعلان الكامل لكن كان الحل النهائي الرائع أن الله بنفسه يأتي إلينا هنا الإبن رب يسوع كلمة الله جاء فهو جاء عشان دوره الرئيسي يعلن عن الله وعلى فكرة بسفر الرؤية يقول ويدعى اسمه كلمة الله حتى اسمه كلمة الله فإذا لقب واسم أيضا نعم إحنا لما نتكلم عن الله وهو بيعلن الله أو الذات الإلهية معلنة من خلال الكلمة شخص المسيح فإذا نحن نتكلم على شخصية غير محدودة من قبل الأزن نعم كيف فينا نفهم موضوع كلمة الله من قبل الأزن في إنجلي وحن أصح واحد عدد واحد الآية الشهيرة جدا في البدء كان الكلمة كان فكلمة كان تدل على وجوده قبل البدء وفي ترجمات كثيرة في بدء في أصلها اليوناني في بدء يعني نستطيع أن نرجع بأذهاننا إلى أي بدء نفترضه هنلاقي مش في البدء بدأ الكلمة لا في البدء كان أي أنه موجود قبل البدء أقول مثال للمشاهدين أنا جيت إلى استوديو أنت كنت موجود فأنت موجود قبلي نفس الفكرة البدء أي بدء بدأ الكلمة قبل البدء فهو أزلي وهو موجود كالكلمة أي المعلن عن الله في أمثال تمانية مثلا يضع لنا الكتاب المقدس تصوير عن ماذا يعمل المسيح ككلمة الله في الأزل كيف يعلن عن الله في أمثال تمانية عدد تلاتة وعشرين منذ الأزل المسحت وبدأ الآن منذ الأزل المسحت فالماسح موجود والمسيح موجود والمسح موجود فهنا يتكلم عن الله الواحد في أقانيمه الثلاث والمتكلم هو الممسوح فهو بيقول منذ الأزل المسحت فهو أزلي طب ماذا يفعل كالكلمة أزلا منذ البدء منذ أول الأرض إذ لم يكن غمر أبدأت أي أبدأت في عملي الذي موسحت لأجله هو الخلق إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه فعدد 26 إذ لم يكن قد صنع بدأ يتكلم المسيح بدأ يتكلم عن الماسح إذ لم يكن قد صنع مش بيقول إذ لم أكن قد صنعت لا إذ لم يكن قد صنع الأرض بعض ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة لما ثبت هو المسيح هنا يتكلم عن الماسح لما ثبت السماوات كنت هناك أنا لما رسم دائرة على وجه الغمر لما أثبت السحب من فوق لما تشددت لما وضع للبحر حده لما رسم أسس الأرض هنا المسيح يصف الماسح بلغة العهد الجديد نقدر نقول الكلمة الإبن يصف الله باعتباره الذي يرسم الذي يرسم يقول كلمة خطيرة جدا في عدد 30 كنت عنده صانعا كنت عنده صانعا نقدر بمنطقة البساطة نقول أن الماسح اللي هو الله الآب يرسم الخليقة يرسم المشروع ويسلمه للإبن وهنا مسحه لمسئولية تنفيذ المشروع هنا السؤال الخطير الماسح اللي هو الله أين يرسم المشروع يعني لو رحت لأي مكتب هندسي بيكون عنده كمية كبيرة جدا من لوحات في القديم دلوقتي في أجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر يرسم المشروع المكتب اللي بيرسم المشروعات يسلمه للمهندس التنفيذي هنا لو تخيلنا أين يرسم الله هذا المشروع في فكرة من يفهم ما يدور في فكرة الكلمة ومن يخرج هذا الموضوع إلى حيز التنفيذ ليعبر عن كل ما يدور في فكرة الله الكلمة وهنا اسمه الكلمة هنا هذا الاسم الجميل للمسيح كلمة الله المعلن عن الله فالله في داخله مشروع الخليقة المجرات والنبتات والحشرات والحيوانات والإنسان بقوانين الفيزيكس المهولة بضوران الأفلاك بطريقة منظمة بديعة كل هذا المشروع المهول الذي يدور في فكرة الله من يعرفه ليعبر عنه واحد فقط الكلمة في نفس الإصحاح في آية 23 منذ الأزل مسحت مسحت وهنا الكلمة أزلي وهو الممسوح أي المعين لتنفيذ المشروع وهنا الماسح أزلي وهنا الروح القدس المسحة أزلي وهنا من يفهم ما يدور في فكرة الله كنت عنده صانعا فالله كل ما يدور في قلبه من مشروعات خاصة بالخليقة وغير الخليقة تدور في فكره من يعلم من يأخذ هذه المشروعات إلى حيث التنفيذ الله عنده واحد فقط والكلمة كان عند الله يحنى واحد واحد في البدء كان الكلمة أزلي والكلمة كان عند الله أزلا ماذا يصنع أمثال تمين يرد العهد القديم يرد والآية اللي بعديها في يحنى واحد آية 2 كل شيء به كان نعم وبغيره لم يكن شيء مما كان أي أن كل المشروعات الإلهية التي تدور في فكرة الله لا يوجد إنجاز لنا أن نقول إلى مهندس تنفيذي واحد فقط فعندما نقرأ في البدء كان الكلمة فإحنا منروح لما قبل الخلق وهذا ما تريد أن تعبر عنه نعم نعم فالكلمة موجود قبل الخلق في البدء مش بدأ في البدء كان في البدء الذي لا بدأت له في البدء الذي لا بدأت له وافترض أي بدأ عشان كده في اليونانية مجهولة في بدء ليعطيك التخيل للرجوع بزهنك إلى أي بدء تريده مش هلاجي في البدء بدأ لا في البدء كان الكلمة أزليته أزليته كالكلمة أي أزليته في دور ويعلن عن الله في الأزل فإذا في الأزل كان يخطط للخلق نعم نعم يعني إحنا مفهوم الكلمة هي أكثر موضحة في العهد الجديد ولكن خلينا أرجع للعهد القديم نعم لأنه ذكرت أنه الحقيقة حقيقة الكلمة قبل الخلق نعم يعني منذ الأزل طب في العهد القديم هل في إشارات أو توضيح ليسوع الكلمة نعم العهد القديم كله موضوعه الأساسي هو يسوع الكلمة قبل التجسد في وجوده قبل تجسد فمثلا في سفر التكوين أصحح واحد في البدء خلق الله السموات والأرض وقال الله ليكن نور وعمل الله والله الله الله تقريبا 45 مرة تقريبا نعم سبع أيام الخلق أول ما أفتح التكوين اتنين ألاقي واحد آخر اسمه الرب والإله يهوى إلهيم هو الشخصية التي برزت لأنه في سفر التكوين أصح واحد يشرح المشروع عموما لكن في سفر التكوين أصح اتنين بدأ يعمل فوكس على المهندس الذي استلم المشروع ولا سيامة في الجوز الخاص بالإنسان لأن هذا هو ما يهم الله يعني سوري يعني متل ما بتفرجوا علينا قبل هاي الصورة كان الصورة العامة لكل الستوديو نعم هاي النظرة العامة نعم وبعدين الكاميرا بتاعتك فيه ثلاث كاميرات في الستوديو نعم الكاميرا بتاعتك تسلطت عليك لأنك أنت اللي بتتكلم نعم فوكسينج فوكسينج نعم تركيز عليك تركيز تركيز لأنه يذهب إلى الغرض لما حضرتك بتتكلم الكاميرا فورا علي تيجي عليك لأنه بيريد أن المشاهد يركز على الهدف عشان كده الهدف من الخلق الوصول إلى الإنسان لأن الله خلق لأنه يحبنا فعشان كده في تكوين اتنين ظهر شخص هو يهوى إلهيم الرب والإله وكل الجزء بدأ يتكلم عن دور الرب والإله هو الذي جبل آدم ترابا من الأرض وصنع الجثة ونفخ فيه في النص الذي فيه فتحة نسمت الحياة فصار آدم نفسا حياة ويكمل الكلام عن يهوى إلهيم الرب والإله اللي هو ظهرات الكلمة في العهد القديم عشان كده فالله لما كمل التواصل مع آدم قبل السقوط أو بعض السقوط وقال الرب والإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده قبل السقوط طب بعض السقوط سمع صوت الرب والإله ماشيان في الجنة عنده بريح النار فمن هو المسؤول أن يعلم الكلمة كلمة الله المسيح كلمة الله بس في العهد القديم قبل التجسد يعني أنت بتكلم على لغة التواصل شكرا يعني كان بيتواصل مع آدم نعم عشان كده يعني عشان المشاهد نفهم بأمثلة خلينا نقول أن كلمة الله هو وزير الإعلان وزير الإعلام عن الله هو المعلن عن الله المعلن عن الله ولا يستطيع أن يعلن عن الله شخص أقل من الله نعم لو في سفر يعني فيه آية كتير حلوة اللي بتقول أنا هو الألف والياء بيتكلم عن تعبير لغوي نعم اللي هو يعني به كان كل شيء نعم هو الألف هو البداية وهو الياء وهو ما بين الألف والياء نعم فعش كده نحن في سفر يعني أقصد لغة التواصل شكرا فاستخدام استخدام الحروف نعم اللغوية ليتواصل معنا ليتواصل معنا وهكذا الكلمة المسيح كلمة الله هو الوحيد المسؤول أنه يعلن عن كل ما يدور في فكرة الله مش فقط من مشروعات لكن حتى يعلن عن طبيعة الله ممكن تعطينا أمثل من العهد القديم يعني كيف كان يعلن ومع مين مع من مثلا لما قيين قتل هبيل هل الله ماذا لا يحبه بعد أن قتل نعم هل الله حزين على القتل نعم هل الله يرغب في طبته نعم هل الله عنده رغبة أن يغفر نعم من يعلم من يعلم الكلمة فنلاقي أن يهوى الهيم الرب والإله جاي لقين جاي لقين ما هذا الذي صنعت إيه اللي أنت عملته ويبدأ في أسئلة استجوابية ليقودوا للاعتراف ليقودوا للاعتراف أين هبيل أخوك سؤال سؤال محرج ويعبر عن الحزن العميق اللي في قلب الله ماذا صنعت فرح رد عليه رد وقح رد وقح يدل على وقاحة الإنسان حتى بعد السقوط لا أعلم كاذب أحارس أنا لأخي وبالرغم من هذه الوقاحة يستمر في التعبير عن المحبة وهذا شيء مزهل يأسيس نظار مزهل حتى مع سقوطنا وكرهيتنا لله ومع وقحتنا ورفضنا لماذا محبا من الذي يعلن المسيح قبل التجسد طبعا فعشان كده بيستمر في دوره في الإعلان عن الله فالله لم يره أحد انقط بلغة العهد الجديد الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر هو أعلن هو أعلن بعد كده تتوالى الأمور بعد قيين ييجي أشهر شخصية في علاقة عميقة مع الله إبراهيم والظهرات الإلهية لإبراهيم ظهر له هو في العراق في أوري الكلدانين وأيضا بعد إبراهيم ييجي إسحاق بعد كده ييجي عقوب وفي الطريق يظهر لأبي مالك الملك الفلسطيني في حلم ويأتي لفرعون في حلم صح من هو من ذا الذي يأتي من ده من هذا هو الشخص العظيم فهمنا من كل العهد القديم أنه هو الكلمة المعلن حتى ظهراته في العهد القديم كملاك العهد أو كملاك الرب شكرا إحنا منتكلم عن شخصية يسوع نعم شخصية يسوع قبل التجسد قبل التجسد نعم الكلمة لأنه الكلمة أزلي والكلمة موجودة في العهد القديم فالله دخل في عهد مع شعب إسرائيل من الذي سيأتي ليقطع العهد الكلمة المسيح الرب عشان كده كلمة الرب في العهد القديم يهوى ترتبط بقطع عهد مع محبيه نعم فعشان كده هو اللي جاي على جبل سينة نعم ولما جاي على الجبل زلزلة ورعود وبروك لأنه يعلن عن مجد حضوره كالكلمة الأزلي المعلن عن الله وهو يقطع عهد مع شعبه في العهد القديم وتتوالى الأحداث ويظهر لمنوح ويصعد في نار منوح له أبو شمشون نعم تمام ويصعد في نار الزبيحة وحتى بعد السبي يأتي في بابل الرابع الشبيه بابن الألهة من مين الرابع الشبيه بابن الألهة طبعا احنا منتكلم عن الفتية التلاتة في أيام الملك نبوخذ نصر ملك بابل نعم قبل فترة نبوخذ نصر ما يسبي شعب إسرائيل كان المسيح الكلمة موجود في أرشاليم في حضور الله في الهيكل وهذا الحضور الإلهي ممثل في عمود السحاب وغادر السحاب سفر حسقيال بيشرح مغادرة المجد وهو يعبر عن حضور الله معلنا من خلال الكلمة في وسط الشعب وغادر المسيح بمظاهر المجد المحيط به إلى السماء وفوجئنا به يأتي في بابل في أتون النار من يتوقع أن الله يأتي في أتون النار لأنه رفضوا السجود للتمثال نعم لما أراد نبوخذ نصر أنه يرغم الجميع على السجود للتمثال الفتية الثلاث رفضوا السجود وهدتهم بالطرح في أتون النار وقلوا له نطرح في أتون النار لا يمكن أن نسجد وسواء يوجد إلهنا يستطيع أن ينجينا وإن لم ينجينا نموت حرقا لكن لا نسجد لتمثال الزهب لأنه يعبد الله فقط وترحهم في أتون النار وفجأة نبوخذ نصر يرى في الأتون الرابع الشبيه بابن الألهة ثلاثة ترحهم لا هم أربعة حاليا من هو الشبيه بابن الألهة المسيح المسيح في أحد الظهورات فهو بيعلن لنبوخذ نصر أن الله الحي الحقيقي إله شدرخ وميشخ وعبدناه موجود ويحميهم وقادر أن يطفئ قوة النار وهذا سبب أنه نبوخذ نصر يعيد تفكيره في الألهة الوثانية وهو بعبوتها وبدأ يطرح هذه الألهة جانبا وهنا أهمية الإعلان الإلهي للنفس أن المسيح يعلن عن نفسه للجميع عشان كده في العهد القديم يأسيس نظار من ضمن حاجات المزهلة أنه لا يعلن فقط عن نفسه في وسط إسرائيل لكن يعلن عن نفسه في وسط الأمم ويذهب لفرعون في حلم إمبراطوريا المصرية ويذهب لأبي مالك المالك الفلسطين أيام إبراهيم وأيام إسحاق ويذهب لنبوخذ نصر في ظهور في أتون النار فمعنى كده أن المسيح الكلمة في العهد القديم لا يحب إسرائيل فقط لا يحب جميع الناس وده يؤكد الإعلان اللي بيقوله العهد الجديد أن هكذا أحب الله العالم فمحبة الله للجميع معلنة في العهد القديم طيب إحنا رح يعني نقفز بالتاريخ لفترة التجسد لأننا عاوزين كمان لب الموضوع لكن أحب أخذ فرصة أن أشجع كل مشاهد إذا عندك بعض التساؤلات عن من هو المسيح وبالتحديد كلمة الله أو شو رأيك في هذا الموضوع بحب أسمع منك فيك تتواصل عن طريق الهاتف وفيك أيضا تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا دايما منحب نسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل القصير تتواصل مع ميديا تتواصل مع ميديا تتواصل مع المعارضة уля أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة مع دكتور سامح عزيز عن موضوع ما معنى المسيح كلمة الله شرحت لنا بشكل مختصر عن الكلمة قبل الخلق والكلمة وظهراته وتعاملاته بفترة العهد القديم ولكن عاوزين نصل لب الموضوع اللي هو التجسد في العهد الجديد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يعني بيتكلم بشكل قاطع والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا طبعا بالنسبة لنا نحن نؤمن المسيح كلمة الله كثير من أحبائنا مشاهدينا يؤمنوا أن الكلمة يعني أنه المسيح مخلوق لأنه الله قال كن فيكون هذا المفهوم ولكن هل هذا هو المفهوم اللي احنا نتكلم عنه أم نتكلم عن مفهوم أعمق من المفهوم كن فيكون طبعا مفهوم أعمق يا أسيس نزار زي ما حضرتك تفضلت وذكرت لأن الكلمة اللوجس معروف في وسط اليونانيين باعتباره هو الذي خلق وهنا كتبت العهد الجديد كلهم بيقولوا لليونانيين أن هذا اللوجس هو يسوع هو يسوع عشان كده في جملة واحدة من ثلاثة مقاطع مختصرة قاطعة حد كالسيف يحكي عن ثلاثة أفكار عميقة جدا عن المسيح الكلمة في البدء كان الكلمة أزليته زي ما تحدثنا سابقا وزي ما تحدثنا سابقا في بدء لتقترح بمخيلتك أي بدء تريده كان وكيف للمحدود أن يفهم اللامحدود هنا لابد من الإعلان والإعلان والإستنارة وهذا يأتي مع قلبه متضع باحث لا أشك أن كل باحث مخلص غير المحدود يأتي له بالفهم كلنا يعني أنا في يوم الأيام كنت خاطي وشرير وبعيد جدا عن الله ومحدود في خطيائي والله تحدث إلي من خلال الكلمة المقدسة وأقنعني وغير حياتي وأنا عارف أن الله حصل معي حصل مع حضرتك وحصل مع ملايين الملايين وسيحدث مع الملايين والكلمة كان عند الله أحد العارفين باليونانية قال لي أن كلمة عند المستخدمة في اليوناني تعني عند في مساواة وألفة عشان كده كلمة عند في الأصل اليوناني تدل على ألوهية الكلمة كان عند الله في مساواة وهذا اللي بنعرفه عن أقنوم الكلمة أنه لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله ومرة جاء الأبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل بيعلن على المعادلة المعادلة الأقنومية وكان الكلمة الله أي في طبيعته وهو موجود عند الله موجود بطبيعته الإلهية وهو عند الله أنا دائما يا جسيس بحب أعمل إيه أقول وأطلب من المشاهدين أنهم يتخيلوا يكتبوا جملة زي كده مثلا عن رئيس الملائكة مثلا ميخايل فلما لو تكلمت عن رئيس الملائكة ميخايل مش هجول في البدء كان ميخايل لا لا ميخايل خلق فهذا رجول في البدء خلق ميخايل طيب والجملة التانية والكلمة كان عند الله أجول مكانها وميخايل كان عند الله لكن هستخدم كلمة في اليوناني عنده بس أقل الكلمة المستخدمة هنا والكلمة كان عند الله في مساواة لو اتكلمت عن ميخايل هجول مش أزلي مخلوق الكلمة غير مخلوق الكلمة أزلي في البدء كان لو هتكلم عن الملائكة اللي هم قبل البشر أقول في البدء خلق ميخايل أو جبرايل أي كان من هذا الملائك وجبرايل أو ميخايل كان عند الله بس مش هستخدم الكلمة اللي هي عندها تدل على المساواة والألفة لا هستخدم كلمة التي تدل أنه أقل لأنه مخلوق وعمد والجملة الثالثة وكان الكلمة الله لطبيعة اللهوتية أقدر أقول وكان ميخايل ملاكا مش زو طبيعة إلهية لو هتكلم عن آدم في البدء خلق آدم مش كان مزي المسيح وآدم كان عند الله بس عند أقل وكان آدم إنسانا كان ميخايل ملاكا كان الكلمة الله ويستخدم نفس الكلمة في اليونانية زيوس المستخدمة عن الله والكلمة كان عند زيوس وكان الكلمة زيوس يعني أي الكلمة كان موجود عند الله وهو موجود عند الله موجود بطبيعة اللهوتية نعم عن اللي به هنا مسؤوليته في الخلق زي ما تكلمنا في الجوز الأولاني الله صمم مشروع الخليقة وسلم هذا المشروع للكلمة ليعلن عن الله فكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم تكلم عن ما فيه فيه كانت الحياة ودي نقطة نتكلم عليها لاحقا لما نتكلم عن دور المسيح كالكلمة في إصغار الحياة الأبدية الحياة الجديدة عشان كده كان أزلا في البدئ كان عند الله في مسواه كل ده إيمان بمن هو الكلمة فهو الأزلي ده رقم واحد رقم اتنين كان عند الله في مسواه فهو أقنوم معادل رقم تلاتة طبيعته هو الله في طبيعته في كيانه الجوهري في عبرانين واحد يقول عنه رسم جوهريه أو في كلوسي واحد فيه يحل كل الملء أي ملء اللهوت ثم ما كان به كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان طب ماذا فيه فيه كانت الحياة طب ماذا حدث في الزمن تجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا فالذي كان في البدء قبل البدء والذي كان عند الله والذي هو الله في الزمان صار جسدا هل بعد ما صار جسدا كفى عن كونه الكلمة لا عش كده بعدها يقول لنا الله لما يرى أحد انقطع الابن الوحيد ليس الذي كان ولا الذي صار هو الذي هو أي ما زال هو الكلمة الموجود عند الله فيه ألوهيته لكننا نراه الآن متجسدا أمامنا فما نراه أمامنا يسوع هو فيه إنسانيته له حدوده لكن فيه ألوهيته غير محدود وكل ما علم الألوهية ظهرت عليه يعني أنت وأنا عارفين أنه كمان لما كتب يحنى بوحي من الروح القدس كان بحارب بدعة نعم وهي البدعة بدعة الغنوصية اللي بترفض أنه الله يعني يصير جسد والجسد مادة نعم والمادة شر نعم فبحددوا الله نوعا ما شاركنا شوي في الموضوع شكرا يا أسيس الغنوصية فلسفة شيطانية نعم أحد الفلسفات الشيطانية وأحد الضلالات اللي اخترعها مصنع الضلالات الشيطان نفسه الشيطان في الكتاب المقدس أول مهمة ليه هي الضلال والضلال ده نور إحنا حاليا في الستوديو ففيه نور والبرنامج ليه كل نور عكس النور فيه ظلمة الظلمة الحالكة الضلال أكثر خطرا من الظلمة لأن الضلال مازيج من النور مخلوط بالظلمة فيوجد الحق ده صافي ويوجد الكذب صافي ويوجد الضلال ده مازيج من الحق والكذب أنا متأكد إن هنا مش صم هنا في قهوة نعم وأنا وإنت من محبين القهوة كاسك شكرا من أجل الجهوة يا جسيس لو جبتلك كوب عسل عسل صافي رائع لو جبت كوب مليان بالسم ده سم صافي معروف قاتل لكن لو مازجت شوية سم جوة العسل وجدمتهم للضيوف بتوعي باعتبارهم هيدوجوا رائع عسل لكنه بعد شوية هيموت الضلال كده الغنوسية وما شبيه لها كده الغنوسية شهود يهوى جيزوس أونلي كل دي بتاعت ياسو حدو كل دي وكل ما غيرها من ضلالات مزيج من الحق والكذب والإنسان لكل التمييز أو لرغبته في عدم التمييز أو لأنه لا يريد أن يبحث أو لأنه يحب الضلال يأخذ الضلال باعتباره هو الحق ودي الكارثة الغنوسية كده بعض الحقائق الصحيحة مخلوطة مع بعض الحقائق الكذبة وأنتجت الغنوسية فبيؤمنوا بالله نعم وبيؤمنوا أنه روح صح وبيؤمنوا أن الله خير صح لكن بدأ الكذب يدخل بما أن أن الله روح والله خير بعد كده بدأ يقول أن المادة شر هدي كذب المادة شر دي كذب وممكن يقنع الناس أن المادة شر من خلال يقولهم شف اللي طالع من الإنسان شرور شف اللي طالع من الحيوان شرور شف نباتات سمة دي شرور فمستحيل يكون الله شر آه شر فبيقولوا أن المادة لأنها شر فمستحيل يكون الله الخير هو الذي خلق الشر طب إيه رأيكم الغنوسين من الذي خلق بينادوا بكذبة أخرى إيه أن هناك انبثاقات خرجت من الله كائنات أقل شأنا من الله أقل درجة أقل درجة ثم ظهر من الأقل أقل ومن الأقل أقل 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 إلى أن وصلنا إلى قاع ما ظهر كائن بإمكانيات إلهية لكنه شرير هذا الكائن هو الذي خلق المادة وهذا الكائن ده سموه اللوجس عايزين يقولوا أنه هو ده الخلق هنا بدأ بولس يرد عليهم لأن هذه الفلسفة بدأت تخذوا الكنيسة في كلوسي وهو لم يكن ظهر الكنيسة ولا هو لا أسسها أسسها واحد تاني وهو كان في السجن فشعر بالخطر الذي يهدد الكنيسة ليه لأنه عندنا في كلمة الله الذي خلق هو الإبن وإذا كان عايز يقول أن الإبن هو هو هذا المنبثق من الله الأقل شأنا من الله معنى كده أنك أنت دمرت الإيمان الذي ينادي بوساطة المسيح المسيح هو الوسيط بين الله والناس فإذا شوهت الوسيط لن ألجأ له وبالتالي سأهلك وده غرض الضلالة كل ضلالة غرضها تشوه المسيح وتقلل من شأنه لتظهره أنه أقل شأن من الله يعني فيه ضلالات كتير قوي بتظهر المسيح أقل شأن من الله بس حل مسيح حلو شخص حلو بس أقل شأن مثلا مجرد إنسان لا والرسول يحن يعني تكلم عن الذي ينكر الآب والابن وينكر التجسد طبعا أنه جاء في الجسد طبعا أنه بقول لك حاشا لله أنه يتخذ جسد يعني الله بجوع وبياطش وكاله بتعرف كل الأشياء اللي بنسمعها ما زلنا حتى يومنا هذا نعم الغنوسية جالت الكلام ده من ألفين سنة نعم من ألفين سنة أنه مش عايزين لأنه بينظر إلى مادة شر مع أن المادة ليست شر الشر النابع من قلب الإنسان الفاسد لكنه لم ينبع من مادة دي مادة التربيزة الحلوة الجميلة دي مادة للستوديو ده مادة هذا الجسد مادة مش هو المشكلة المشكلة في الخطيئة الساكنة المشكلة بيبتد في التنازلات حتى ينكر بالكامل هوية يسوع نعم يعني بيوصل لدرجة أنه طالما هذا المادة شر فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت وبتنشر الإباحية نعم انتشرت الإباحية لأنه يعني أفتر أول أنه الجنس والشهو كله هذا ما هو في الجسد والجسد زائل مادة شر اللي الله بهمه الروح عارف التطورات هاي اللي بتعطي تشريع للزنا والشهو والإباحية وكل من هذا باسم الدين أو باسم التدين ودي الغنسية نعم لأنه لما قالوا أن المادة شر رفضوا التجسد لأنه مستحين أن الكلمة يصير جسدا لأنه سيصير له جسد مادي وبالتالي سيصير شرا فأنكروا التجسد وظنوا أن يسوع مجرد مجرد خيال روحي ظاهرة روحية في شكل مجرد مادي للدرجة كانوا بيقولوا إيه أسيس أنه لما بيمشي أقدامه لا تترك أثر على الأرض إشعة الخرافات نعم والعالم مستعد تماما لتقبل الخرافات وبالتالي أنكروا التجسد وبالتالي جالوا جالوا حاجة أوحش بما أن أن الله مستحيل يكون متجسدا وبالتالي مستحيل يصدر أي شيء منه يخلق حاجة شر فبدأوا يشويه إله العهد القديم بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم باعتبروا مش هو الله الحقيقي لا لا خالص بدأوا يتكلموا أن إله العهد الجديد هو الله الحقيقي وإله العهد القديم مش هو الله الحقيقي عشان كده هذا الأمر سبب تشويح في الناس في الناس لأنه لما بنرى بنرى عقوبات إلهية كثيرة للبشر بسبب ابتعاتهم عن الله في العهد القديم لأن الله قاضي من حق وأن يعاقب بدأوا ينظروا إلى إله العهد القديم مختلفا عن إله العهد الجديد حتى الغنصية نظرت هذه نعم عشان كده بدأ بوليس في رسالة كلوسي يرد عليهم في ردود المتتالية أنه لا مش الخلق هو كائن شرير منبثق أقل درجة من الله والغنصية بدأت تضع له صفات أخرى أنه يجهل الله ومش بس كده ده صار عدوا لله فصار في سراع مع الله وهيك الضلالات بتبتدي يا أخ سامح نعم التنازلات تبتدي تنكر بالوحي تبتدي تنكر صحة الكتاب تبتدي تنكر قصة العهد القديم القليقة وإلى كري لحد ما بيبتدي لا بيوصل لدرجة الإباحية خلاص يعني بيكون ترك كامل مش بالصدفة أنا فاتحة على يعني رسالة كلوسي نعم الإصحاح الأول بقول عن يسوع فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء يعني هنا بردع الغنصية ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم ريسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل يعني واضح جدا في الحديث نعم نعم عشان كده بدأ يتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله صورة الله استخدم كلمة في اللغة اليونانية آيكون باعتبار الكلمة دي فيه معناها أنه صورة طبق الأصل صورة طبق الأصل للدرجة أن الكلمة التي استخدمها في آيكون جاء من كلمة تاني في السياق اليوناني في هذا الوقت أثناء كتابة الرسالة عندما يريد أحد أنه يعمل صورة من وثيقة قانونية فعشان خاطر الصورة الجديدة تكون صورة طبق الأصل من الوثيقة القانونية لتحاشي الكذب والضلالات والاحتيالات التي تحصل بين الناس عشان الوثيقة القانونية فكان لابد أن هو يضع ختم ما فيه كل الصفات والملامح الأساسية للصورة الأصلية وهنا دي كلمة آيكون معنى كده أنه آيكون دي كلمة صورة هنا معناها تحمل كل الملامح الحقيقية والأساسية للأصل وهو رسم جوهره وهو رسم جوهره وهنا المسيح صورة الله غير المنظور فبالتالي يحمل يحمل في شخصه كل الملامح بتاعة الله أنا حابب أن نحكي هذا في حلقة كمان لأننا عاوز أن نتوسع بهذه الفكرة لأنه هو نفس الهجوم على الكلمة أو صورة الله إلى آخره بس إحنا بنتكلم عن الكلمة المتجسد إيه؟ يعني لو حبيت تلم الموضوع يعني المسيح كلمة الله في العهد الجديد أو في التجسد إيه اللي ممكن نفهمه؟ رقم واحد العهد الجديد يعلن أنه الأزلي في البدء كان الكلمة زي ما تحدثنا سابقا رقم اتنين بيتكلم عن المعادلة الأقنومية والكلمة كان عند الله وده مستند أيضا على أمثال ثمانية اللي تكلمنا عنه سابقا رقم تلاتة في طبيعته هو الله ذاته نعم رقم أربعة هو الخالق كل شيء به كان وبغيره لما يكون شيء مما كان رقم خمسة لما صار جسدا ما زال هو الله كله نعم مش جزء من الله عش كده فيه يحل كل الملء وبالتالي لو المسيح يسوع ده هو الله لابد أن أرى فيه كل ملامح الألوهية نعم بعض الأمثلة بعض الأمثلة لابد أن أرى فيه القوة المطلقة لابد أن أرى فيه العلم المطلق لابد أن أرى فيه القدر على الخلق لابد أن أرى فيه السلطان المطلق فهو كان له السلطة على الطبيعة على البحر والريح والسمك والشياطين والأمراض له القدرة المطلقة أنه يأمر ممن الذي يقدر أن يقول كن فيكون إلا الله ذاته فلما يأمر لعازر هالأمة خارجا بعد أن أنت ويخرج من هذا؟ التلاميذ نفسهم لأنه كانوا لسه بيتعرفوا به لما أسكت البحر والريح بكلمة من هذا؟ فإن الريح والبحر يطعانه لما الشياطين تراه وتعترف به الشياطين تعترف به والبشر لا يعترفون يا جسيس شاف نجاح الشيطان في إهلاك البشر لأنهم لو عرفوه لأحبوه وطلبوا منه الغفران فلما رأوه قالوا له نحن نعرفك أنت ابن العلي أنت ابن الله وأجئت قبل الوقت اللي تهلكنا هم عارفين أنه سيأتي وقت عندما يقبض عليهم ويترحهم في الجحيم الأبدي بس هم عارفين أن التوقيت لم يأتي بعد فلما شافوه خافوا واستغربوا تعجبوا لم يأتي الوقت بعد له القدرة المطلقة على غفران الخطايا ما إذا كان هذا هو الله إذن أأتي له بخطاياي ويغفر نعم وده اللي احنا اختبرناه في حياتنا وده اللي جاله الكتاب عنه امرأة في المدينة يعني الكلمة ما زال يعمل حتى يومنا هذا نعم نعم وهو دوره الآن مش بس دوره في الماضي عند وقت تجسده من ألفين سنة لكن ما زال المسيح كالكلمة يعلن عن الله الآن كيف مثلا يقول أخبر باسمك إخوتي ما هو الابن الوحيد الذي هو في عدنا الآب هو خبر وما زال يخبر عندما نجتمع معا في اجتماعاتنا نأتي بكل اتضاع لنصلي يأتي في وسطنا وده اللي بنشعره لما بيأتي في وسطنا ويتحدث إلينا يعني أنا فاكر أسيس قريبا كنت في أحد الدول وبعد كده بقول لإخواتي بعد محاضرة تعالوا نركع ونصلي والرب جيب حضور إلهي ثقيل جدا كثيف جدا للدرجة أن احنا جعدنا 45 دقيقة اللي واجف واجف واللي راكع راكع واللي جاعد جاعد واللي رفع إيده رفع إيده محدش جدر يتحرك من مهابة وهيبة حضور الله في وسطنا بطريقة مهولة بعد 45 دقيقة قدرنا نتحرك حتى بعد ما غدرنا القاع يا أستيس نزار ودخلنا قاعة أخرى في بعض الأحباء دخلوا نفس القاعة فشعروا وجوم جالوا لنا وكان فيه إيه بيحصل هنا حكنا لهم ما زال إلى الآن يحضر في وسطنا ما زال يأتي في الرؤى وفي الأحلام وفي الزغرات الكلمة يعلن عن الله ويا ما قلوب قاسية جدا قاسية جدا قابلت بنفسي واحد من القاعدة واحد من داعج قتل كل واحد منهم قال لي أستيس قتلت حوالي 30 وحد وضمائرهم مدمرة في عذاب من القتل في عذاب وهنا بديت أدرك إزاي أن هؤلاء القتلة ما زال عندهم الضمير المتحدث اللي بيقاوم الشر اللي بيقول له وقف توقف وكتر الشعور بالذنب أراد أن ينتحر لكن الكلمة بيجيله في حلم حلم نفق مظلم ونور في آخر الطريقة نور في آخر النفق دوق سنتين هذا الدوق يمنعه من الانتحر إلى أن تقابل معه واو يعلن وأنا عارف أنه عندك اختبارات أكيد أكيد الكلمة يغير لأنه الكلمة وهو مازال يعلن كلمته في حياة الكاثرين نعم يعني عاوز يعني إذا عاوز ألم الموضوع أنه إحنا شفنا الكلمة قبل الخلق نعم مسيحته منذ الأزل منذ الأزل وبعدين شفنا الكلمة في الخلق نعم ويعني في العهد القديم نعم في العهد القديم في العهد القديم وشفنا الكلمة في يحنى واحد في البدء كان الكلمة وأنت شرحت أزلية الكلمة معادلة الكلمة يسوع بالله وطبيعته الإلهية وعم نشوف أن قوة الكلمة أو الكلمة مازال يعمل أخبر باسمك إخوتي إخوتي أو إخوتي طب سؤال هل في بعد عمل الكلمة مستقبلا أو في الأبدية نعم حتى آخر سفر في الكتاب المقدس أول آية أبو كاليبسو إيسو كريستو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ما زال الله يعلن عن نفسه من خلال الكلمة في كل الأمور المستقبلية إذن حتى كل الأمور المستقبلية التي ستحدث الكلمة بالفعل أعلن عنها في آخر سفر في الكتاب المقدس وهي سفر الرؤية يوحنى اللهوتي نعم وأيضا وأيضا في الأبدية عندما نصل إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة هو الذي هيصنع السماء الجديدة والأرض الجديدة نعم وهو في الأبدية سيستمر في الإعلان عن الله وإحنا في الأبدية عندما نصل إلى المجد عندما نصل إلى السماء سيظل الكلمة في دوره مش فقط أزلا أعلن والعهد القديم أعلن وفي التجسد أعلن والآن يعلن لكن سنزلنا سنزل نعرف الله في الأبدية من خلال الإبن ما الإبن الوحيد مش الذي كان والذي صار الذي هو في حدنا الآب هو خبر وهو يغبر وهو سيغبر طول الأبدية سنذهب إلى السماء سنراه في وسط العرش سنراه في وسط العرش وستستمر معرفة الله من خلاله رسول بوليس يقول الآن نعلم بعض العلم لكن هنائذ سأعرف ستستمر المعرفة معرفة الله والعلاقة مع الله طول الأبدية من خلاله فهو الكلمة في الأبدية يعني أبقى بقرأ الآية في سفر رؤية يحن اللهوتي صح 19 بقول فإن شهادة يسوع هي روح النبوة نعم فإذن كلمة الله يعني هي كلمة يونانية مثل ما ذكرت العقل الإلهي نعم لكن يحن عاوز يعرفنا الكلمة شخص شخص وهذا الشخص هو يسوع المسيح نعم في اليونانية اللوغس هو العقل الإلهي وفي اليهودية الحكمة تكلمه كثيرا العهد عن الحكمة فكتبت العهد الجديد بيقوله لليهود إنه الحكمة اللي أنتو بتحدث عنه ده شخص وبيقول لليونان اللوغس العقل اللي أنتو بتحكوا عنه ده شخص يسوع يسوع عنه أيضا يحن في الرسالة الأولى ما يسمى الحياة الأبدية الحياة الأبدية إحنا ما نعرفش الحياة إحنا بسبب الخطيئة والسقوط نعرف الموت فإن الحياة أظهرت فإن الحياة أظهرت الحياة فيه أزلا الحياة دي ذات حياة الله لأن إحنا نؤمن أن الله حي نعم ما نوعية حياته يعني أنا أنظر يأسيس نظار إلى شجرة حية بس فيها نوع حياة مختلف عن اللي فيها فيها حياة اسمها الحياة النباتية ده نوع صنف مفهوش مشاعر مجرد جسم بلا نفس وبلا روح لو نظرت إلى الحيوانات ممكن ألاقي كلب أنا قاعدة عند بيتر في البيت تمام فعنده كلب بيحبه كل مرة بندخل البيت استقبال حافل ليه لأن فيه نوع أعمق من التواصل ليه لأن الحيوانات فيها نفس والإنسان في نفس ففيه تواصل على المستوى النفسي للدرجة هو بيشعر لو أكنت حزين أو أكنت فرح لكنه ما يقدرش يفهم لأنه ما فيهوش روح فعشان كده ما فيهوش تواصل لو شفت إنسان إحنا جاعدين مع بعض فيه تواصل كامل ليه لأنه فينا نوع آخر من الحياة عبارة عن روح ونفس وجسد ففيه روح إنسانية عاقلة وفيه فكر وفيه إرادة ففيه فهم للشعر فيه فهم للكتابات فيه فهم للنقاش فيه فهم للتاريخ فيه 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 طيب لو الله حي ما نوع حياته نوع حياته يحدثنا عنها الكتاب مقدس اسمها الحياة الأبدية عشان كده ما اسمهاش حياة أبدية كان فيه منها كتير لا اسمها الحياة وبدقيقة أخ سامحي احنا رح نختم الحلقة إذا ممكن تقدم هذه الحياة لكل مشاهد محتاج الحياة الأبدية بقول لكل حباء المشاهدين نحن أموات بسبب الخطيئة المسيح جاء الذي فيه الحياة مستعد أن يعطيك هذه الحياة إذا طلبته من قلبك إذا كل مشاهد من أحبائنا طلب من قلبه حتى لو لا يؤمن بالمسيح فقط يصرخ من الله لله يقول له يا رب أنا ميت أنا خاطي أنا مش جادر أوجه في خطيئة مش جادر أوجه في سقوط أنا متأكد أن الله يريد أن يعطي الحياة لأنه هو الوحيد الذي يقدر أن يحيي والمسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وكل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين أخ سامح يعني اخصارة أنه هيك الوقت أزف ولكن بنعمة الرب رح نكون في حلقة أخرى مع بعض إخوتي وأخواتي بتمنى من كل قلبي أنه يعني فهمت هذا الموضوع إذا عندك تساؤلات بكل سرور منحب نسمع منك يعني إحنا لما نتكلم عن يسوع كلمة الله إحنا مش نتكلم على مخلوق يعني قال الله كن فيكون لأ نحن نتكلم عن الخالق أو علة الخلق وهو اللي جاء حتى ومكتوب أعطانا حياة أبدي وأعطانا البصيرة الروحية وهي الحياة من خلال معرفتك للرب فأنت بتتغير وتأخذ هذا الحياة ومش أي حياة هي حياة ذات الله نفسه حياة ذات الله لأن الإنسان خالد فقبولك ليسوع المسيح عندها تتمتع بالحياة الأبدية نعم في هذه الحياة لابد أن تواجه الألم والضيق والإطغاض ولكن عندك حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية الموت هي مجرد انتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر فأنا بصلي من كل قلبي أن تقبل الكلمة وأن تقبل الإبن لألا يغضب وتتوج ربا ومخلصا على حياتك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر